لا بد البشر يتعايشون على هذا الأساس على أساس أنك إن سمعت ما لا يروق لك لك أن ترد عليه لك أن تعبر عن مخالفتك له لكن ليس لك الحق في أن تسلب الحق من صاحب الكلام في أن يتكلم هذا لا يجوز مخالفونا هي هذه يعني مشكلتهم أنهم يبغون ويتجبرون يريدون الاحتكار هم لهم أن يقولوا ما يشاء أما غيرهم فلا حق له في شيء وإذا تمكنوا ظلموا وقتلوا منتهى الإرهاب الفكري وعلى هذه الصفة كان مالك بن أنس أيضا كما مر معنا أن أحمد بن حنبل حكم بالرجم على من يجمع الأحاديث التي فيها الحط ممن سمي بالصحابة نفس الإرهاب الفكري نجده عند مالك بن أنس ففي كتاب مناقب مالك للزواوي هذا في الصفحة 83 يقول عن مالك قال من شتم أحدا من أصحاب رسول الله أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمر بن العاص وإن قال كانوا على ضلال يعني ما شتمهم قال هذا مثلا هذا حمار هذا كلب هذا بغل هذا يعني شتيم المعتاد لا مجرد قال إنهم كانوا على ضلال هذا رأيه فيهم رأيه مثلا أن أبا بكر كان على ضلال مثلا أن عمر كان على ضلال أضل من حمار أهله لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار آل الخطاب وطبعا الحمار هذا ما أسلم ما بلغنا عنه خبر أنه أسلم فلذلك إسلام عمر أيضا غير محرز إلى الآن لأن هذه الكلمة أم من واحد من الصحابة من السابقين الأولين زوج أخته لما قالوا له ترى أسلم عمر أو يكاد يسلم قال لا والله لا يسلم حتى يسلم حمار آل الخطاب هذا الحمار ما إذا أسلم يسلم عمر يعني فما أسلم الحمار ما بلغنا عنه خبر أنه أسلم فعمر إذن لم يسلم